في الوقت الذي تحضر السلطات الإيرانية العديدة من مواقع التواصل ويمنع الشعب الإيراني من التعبير بحرية عن آرائه وانتقاداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حضر تويتر لمن أسماهم الإيرانيين الحقيقيين واتهم ظريف تويتر بإغلاق الحسابات الإيرانية في الوقت الذي يسمح فيه باستمرار حسابات مناهضة للحكومة الإيرانية وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطبا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر أن تويتر أغلقت حسابات لإيرانيين بينهم إعلاميون وطلاب ويأتي تعليق ظريف بعد أسابيع على قيام منصات التواصل الاجتماعي العالمية بوقف وحجب عدد من الحسابات والقنوات التابعة لإيران في إطار جهود التصدي لحملات الأخبار المزيفة والدعاية المروجة للإرهاب ترجمة نانسي قنقر